الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها احنا بنتكلم على انه منتخب مصر بيستعد الكاس العالم والأول مرة الجماهير المصرية تفرح ببلوغ المنتخب المنديال بعد 28 سنة غياب والكل مطالب بمسندة ودعم المنتخب لما يطلع جورنان قومي وقعي جريدة الاهرام المسائي بموضوع كبير مش فتنة لا ده شيء جاد وواضح وصريح زي ما انتوا شايفين الأهلوية ايد واحدة في المنتخب ضد الإسماعيلي انا ما اعتقدش ان في اشد عصور الفتنة الرياضية كان الكلام ده بيتكتب الأهلوية ايد واحدة ضد الإسماعيلي في المنتخب كنا زمان بنعاني ان المنتخب فيه تأسيم بين الأهل والزمالك لأ ده بيتقال ان الأهلوية تكتلوا ضد الإسماعيلي والكلام انه ناجي ضد عواد وبيضغط لبقاء اكرامي في قيمة روسيا 2018 مين اللي كاتب المخال الزميل محمد صيام محمد صيام احد المختارقين ايوة عرفت بقى انا كان قل مجنني ايوة ان محمد صيام ده تعملت له عضوية في النادي الاهلي من سنتين عضوية عاملة عضوية في النادي الاهلي ايوة اه عضوية عاملة اه وان محمد صيام ده كان احد الذين يصيغون الشكل الاعلامي للنادي الاهلي اه عرفت بقى انا ليه كنت خايف وقلت ان من تاني يوم من تاني يوم لو غاب المهندس محمود طهر حيبدأ عملهم الحقيقي الجد في محاربة الاهلي من تاني يوم ولذلك لم اتوقف عن كشفهم ومتبعيتهم لان هم هم خلاص وهو المعد للكابتن متحة شلبي طبعا اه يعني شنتبه الامور واضحة عند الناس بص انا وبالاسم حقولك البرنامج ده حقول كذا والبرنامج ده حقول كذا الاعداد يقود احيانا الامور اه هذا ليس اتأمن للكابتن متحة ولكن بقوله خلي بالك بقى اه خلي بالك من الاعداد بتاعها وجبات مسمومة يتم اعدادها طبعا اه طبعا اه لان ده معناه ايه يعني الناس عمالة تقول اه ده ده عشان يخدق بعيد عن سكة حسام غالي ما هو هي بيدرب عشر عصافير بحجر اه هو حسام غالي و و الكلام ان مبعد من السنائي محمد فايز و و و سامن ابيه اه محمود فايز محمود فايز اه هم زمال كوية اه طبعا مفيش مشكلة اي وخلاص الموضوع ده اه يعني يكاد يكون حوسب كل جهاز وامره اه وما حاجش بتكلم فيه لا انا غابل لك بقى ده ناجي اجيبه بقى ان ناجي عايز يطيح بعواد معين عواد سبق اضمه للمنتخم وانا سمعته كتير بيتكلم بحب شديد عن احمد ناجي ودعمه ليه والقضية جماعة مش عضية احمد داجي عواد وناجي ده قضية اسماعيل واهلي ايوا اولا يطلع لك ان بيحربوه ايوا وبعدين يقولك بيتغطوا عليه عشان يروح الاهلي اه وبعدين يقولك 100 مليون جنيه وبعدين يقولك الخطيب قال طب بالمناسبة بقى وانت المتحدث الرسمي اتقال ضمن اللي اتقال حتى الكابتن سعفان طلع في بعض الحيات وقال انه عرف انه الكابتن محمود الخطيب اتصل بالمهندس براهيم عثمان وطلب ضمن محمد عواد للآهلي وانه ابراهيم عثمان طلب 100 مليون جنيه وحارس كمان اولا تعال نشوف النهج اللي ماشي بين نادي الاهلي في خلال الخمسة عشرين اليوم اللي فاته بعد الانتخابات نهج دراسة كل مشكلة وعدم التصريح فيها اللي بعد الانتهاء من دراستها لسه لجنة الكورة يوم السابق الماضي اتعرفت على بعضها وقعدت مع بعضها مرة او اتنين واحنا قرينا بعض التوجيهات او الكلام الذي تم تدوله في خلال لجنة الكورة مفوش ترشيح اسماء خالص انما يطلب الكابتن الخطيب من الجاز الفني والاداري تقديم طلباته فالكابتن الخطيب مش هيروح يكسر نظام هو عايز يدعمه بان يروح يعمل اتصال من اجل اللعب لم يطلب بعد دي حاجة حاجة تانية بالعقل كده هو انا ممكن اروح اطلب من النادي اللي بنفسني زي هم اما يجي يطلب مني مثلا لعيب مهم عندي او لعيب دولي عندي مش منطقية احنا الاتنين بنا تنافس ما احناش فيه يعني فوارق في الترتيب او احنا مش هم نفس فالمنطق بيقول انه ده لم يحدث بالاضافة الى ما سوف تقدمه انت الان من ادلة طيب اللي تم الزج باسمه في هذا الكلام الكابتن سعفان الصغير نسمع الكابتن سعفان في تفسيره لهذه الفتنة الرخيصة اوي والرخيصة يعني اعتقد لدى اقرب الارفاسته الزبن حقيقة لانه اولا يا جماعة الاهرام المسائي صحيفة قومية يعني صحيفة من مال الشعب فبالتالي لما تخصص لمحاربة منتخب مصر اللي بيعبر عن ارادة هذا الشعب يبقى فيه مشكلة كبيرة ده لم موقع اكتروني ولا صحيفة خاصة ده درب سلاشي درب المنتخب في الاهلي ده منتخب مصر اللي بيستعد الكأس العالم لما صدر له فتنة فتنة بمعنى الكلمة هي الكارثة السوداء اللي حصلت في بورسعيد جات إلا من سبب مثل هذه الفتنة الكبيرة غير مسؤولة اه ده تصور انا بعمل ايه بقى والله العظيم بالمعايير بالمعايير يعني بعد ما نسمع الكلام بتاع سعفان بمعايير المهنية بتاعة الاعلام اللي بيعايز يطبقها يجب ان يؤاخذ طبعا لانه هو فيه اشد فتنة بين ان انت تقول للجمهور اللي حصل اولا علاقة الاهلي مع جماهير خط القناة مش نقصة توتر محمد صيام الراجل من السويس ويعي هذه المسألة وهو نفسه شديد الكراهية للنادي الاهلي حتى فيه كلام كتير جدا قبل كده عنه ومع هذا ديميول شخصية هو يملكها وهو حر فيها لكن لما يتم تصدير هذه المعاني بهذه الفتن بهذه المنشتات فيما بين الاهلي والاسماعيلي طلقه